أهلا بكم التقى محافظ محافظة أبيان لواروك نبو بكر حسين سالم ومعه أمين عام المجلس المحلي مهدي الحامد مدير برنامج الغذاء العالمي نور الدين طاهر وعدد من ممثلي المنظمة جرى خلال اللقاء استعراض نشاط منظمة كيرفي تنفيذ توزيع السلال الغذائية المقدمة من قبل منظمة الغذاء العالمي للمستهدفين بالمحافظة والإجراءات التي سيتم اتباعها خلال عملية صرف المعونات الغذائية المرحلة الثالثة وما سيصاحبها من عملية تقييم للحالات المستفيدة بالتنسيق مع مدراء عموم المديريات حيث أوضح مدير الغذاء العالمي أنه سيكون هناك إعادة لترتيب وضع صرف المعونات خلال المرحلة الرابعة وفق الدعم المقدم من المانح حيث سيحدد الاستهداف للحالات المستحقة والأشد احتياجا وأكد محافظة المحافظة على أن السلطات المحلية بالمديريات ممثلة بمدراء العمومهم المسؤولين عن تقييم أوضاع المستهدفين وتحديد الحالات الأشد احتياجا والاعتماد عليهم في مراجعة كشوفات المستفيدين كما تم التطرق لمناقشة التداخلات المنفذة من قبل المنظمة في قطاع زراعة وتنفيذها لعدد من اليبيونات الخاصة في وادي أحور حيث عبر المحافظ عن شكره للمنظمة لما تقدمه من تداخلات إنسانية وخدمية بكافة القطاعات مطالبا المنظمة بالتدخل في إعادة تأهيل القطاع الزراعي بالمحافظة بعد الأضرار التي لحقت به من جراء جريا ناسيول وتأثيرات المتغيرات المناخية من خلال تنفيذ جبيونات وتوفير آليات تساعد في إعادة تأهيل المنشآت اشتركوا في القناة